في الفيديو هتتعلم تطنيط القرى أثناء الجلوس انا عمر شالتوت وقالل نبدأ الفيديو لايك الجميل واشتراك في القناة واشترك وفعل الجرس لكي لا يفتحك اي فيديو جديد ونبدأ على طول اول حاجة وهي الوضعية هنبدأ نجلس على الارض وهنرفع ظهرنا بالشكل ده يعني مش هنرجع للخلف لان لو رجعنا للخلف مش هنقدر نطط الكرة وبعد كده هنرفع قدمنا بالشكل ده فرجبيتنا هتكون مشاورة للأعلى وبعد كده هنحط ايدينا على الارض بالشكل ده عشان تساعدنا في التوازن اثناء التنطيط تاني حاجة وهو مكان ضرب الكرة من القدم من الكرة نبدأ نرفع قدمنا على الارض بالشكل ده وتكون موازية للأرض ونقدر نرفع اصابع القدم بشكل قليل بالشكل ده بس ما نفعش قدمنا تكون بالشكل ده لان كده مش هنقدر ننطط الكرة على العكس لما تكون قدمنا موازية للأرض بالشكل ده او اصابع القدم مرتفعة قليلا فهنقدر ننطط الكرة بسهولة بالشكل ده وهنستخدم المنطقة دي من القدم وهنعمل لوك انكل او نقف القدمنا واحنا بننطط الكرة بالشكل ده يعني ما نخليهاش سايبة بالشكل ده لان كده مش هنقدر نتحكم في تنطيط الكرة ومكان ضرب الكرة هو المنتصف فما ننفعش نضرب الكرة ناحية اليمين او اليسار لان انا وضربنا ناحية اليمين هتحرك بالشكل ده ناحية اليسار هتحرك بالشكل ده لما نضربها من المنتصف هنبدأ للكرة تطلع الاعلى في خط مستقيم بالشكل ده وبعد معرفنا الوضعية اللي هنكون عليها اثناء التنطيط ويعرفنا ما كان ضرب الكرة من القدم ومن الكرة ندخل على الخطوات اللي هنتبعها في التنطيط هنبدأ اول حاجة نحن نمسك الكرة بين قدمنا بالشكل ده عشان نقدر نرفعها لاعلى وننططها وبعد ما نرفعها لاعلى هنبدأ ننطط تنطيطة واحدة بالقدم القوية في البداية هنشتغل على القدم القوية منفصلة وبعد كده نشتغل على القدم الضعيفة فلما نشتغل على القدم القوية فقط نرفع الكرة بالشكل ده ونطط تنطيطة وبعد كده نمسكها تاني بين قدمنا ونكرر نفس الحركة لحد ما نتقنها بالشكل ده وبعد ما ندقل التنطية الواحدة نبدأ نزود عدد التنطيطات فهنزودها لاتنين بالشكل ده وبعد كده ثلاثة وبعد كده اربعة وبعد كده خمسة وهكذا ولما نشتغل بالقدمين فهنبدأ اول حاجة ننطط بالقدم القوية ونجيب بيها تنطية واحدة بالشكل ده وبعد ما ندقلها ندخل على القدم الضعيفة بالشكل ده وبعد ما ندقلها نبدأ نعمل تنطية يمين وتنطية شمال بالشكل ده وبعد كده نبدأ نزود عدد تنطيطات فنبدأ نجيب تلاتة اربعة خمسة وهكذا فلونا نجيب تلاتة واحد اتنين تلاتة ونمسك وبعد كده اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة ونمسك وبعد كده خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونمسك وهكذا وهي ان كان الطريقة الاستخدمة في التنطيط سواء هتشتغل القدم القوية الوحدة الاول وبعدك هتدخل على القدم الضعيفة او هتشتغل على القدمين مع بعض في نفس الوقت فلازم تمشي خطوة خطوة يعني ما ينفعش تدخل على انك تنطط مرتين قبل ما تتقن التنطيط مرة واحدة وما ينفعش تدخل على ثلاثة قبل ما تتقن التنطيط مرتين فامشي خطوة خطوة وخد وقتك وما تستعجلش انها صحيحة الاولى وانك دروا الكرة تدربها ضربة خفيفة بالشكل ده يعني ما تدربهاش بالشكل كبير لان انت قاعدة على الارض فمش هدار تحكم فيها بعد واندروها بالشكل كبير بالشكل ده فالمسها لمسة خفيفة انها صحيحة التانية وانك دايما تعدل وتنظم وضعيتك لان وانت جالس اوقات الكرة هتيجي عليك بالشكل ده فلازم تنظم وضعيتك عشان تدار تكمل. وممكن رجليك تسيرين بالشكل ده. فلازم تنظم وضعيتك عشان تقدر تكمل تنطيت بالشكل ده. الناصحة التالتة وانك تخلي الرزم متناصق وجميل. بمعنى ان كل مرة بتلمس الكرة نفس الليها مساء والتنطيتة ارتفاحها ما بيقلاش ولا بيقل بالشكل ده. وكده الرزم مش متناصق تماما والتنطيت بقى شكله مش حلو. ندم انت هتنطط وقريب التكنيك الصحيح فخلي تنطيتك شكله حلو. الناصحة الرابعة وانك تحاول قبل متنين من قدم لقدم انك تنطط مرتين بالقدم قبل متنين افضل من انك تنطط مرة واحدة يعني لت مرة واحدة بالشكل ده. فقام مش هتقدر تخلي نعمل المهارات بسهولة. على العكس لا نطط مرتين بكل قدم بالشكل ده فالمهارات اللي هادر اعملها هتكون اسهل والرزم هيكون جميل ومتناسق. الناصحة الخامسة وانت بتنطط بقدم والقدم الاخرى على الارض فخليك مستعد انك ترفعها اول ما لما الكرة توصل لها بالشكل ده. يعني ما تثبتهاش في الارضية بالشكل ده لانك انت كده هيكون صعب عليك انك ترفعها لاعلى. خليها مستعدة بالشكل ده. الناصحة الخامسة وانك تحدد لنفسك هدف. فمثلا النهاردة جبت خمسة غدا هتجيب عشرة. اليوم اللي بعده هتجيب حداشر وهكزا. فاتحدد لنفسك هدف وما تسبش الموضوع عشوائي. فالنهاردة جبت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لما اجي اليوم اللي بعده احاول ازود اوصل العشرة مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة. وكزا. النصيحة الستة والاخيرة ودي اهم نصيحة. لما تجي تضرب على التنطيق في البداية الكرة هتبعد عنك باستمرار. فلازم وانت بتتضرب تكون في مساحة صغيرة يعني في قوضة مثلا ومجنبك حيطة بحيث ان الكرة ترجع لك تاني. لانك لو تضربت في مساحة مفتوحة بالشكل ده والكرة بعت عنك فهتقوم وتجيبها وترجع تاني. فكده مش هتقدر تتضرب كتير في وقت صغير. عالعكل لما تكون في اي زاوية من زاوية البيت جنبك حيطة مسلا فالكرة لما تبعد في الحيطة هترجع لك تاني وبكده هتقدر تنطط كتير. وشتركوا في القناة وده كان كل ما يخص التنطيط اثناء الجلوس. ادربت الكرة الان وقل لي جبت كام تنطيطة وابدت اتضرب لبنت اسبوع. وبعد اسبوع تعال على الفيديو تاني وعلق وقل لي وصلت لكام. اشترك الفيديو اللايك الجميل. وشارك على سوشال ميديا في سواتس انستجرام. عشان غيرك يستفد. ودر تفرج على سلسلة تعليم مهارات الفريستايل فوتبول من هنا. وفيديو تنتيز الكرة من هنا. وتعمل اشتراك في القناة من هنا لو لسه مشتركتش. ففي الختام سبحانك الله وبحمدك. نشاهد واللي الى الان. نلت تغفركها ونتوب بلايك. كم معكم ورشالتوت. وشوفك يا صديقي في الفيديو القادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.